خيرسون محطة جديدة لتبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا كان هذا على إثر ضربة قالت كييف أن موسكو تعمدت من خلالها قتل وإصابة العشرات في حين يشار مسؤول موال لموسكو إلى أن القوات الأوكرانية شنت الهجوم في محاولة لتحميل الجيش الروسي المسؤولية الحلقة الجديدة من مسلسل تبادل الاتهامات الروسية الأوكرانية جاءت بعد رحلة إلى الولايات المتحدة سعى خلالها الرئيس الأوكراني فولديمر زيلانسكي إلى الحصول على مزيد من الأسلحة لمقاومة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عشرة أشهر زيلانسكي الذي عاد إلى بلاده مدفوعا بدعم أمريكي مادي ومعنوي نشر صورا لشوارع تتناثر فيها السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة وبعض الجثث قائلا إن هذه المشاهد قد تضع عليها الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن بها محتوى حساسا لكن هذا الوضع بحسب زيلانسكي يمثل الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين الرواية الأوكرانية نفتها روسيا على لسان حاكم المنطقة الذي عينته موسكو والذي أكد أن كييف هي من أمرت قواتها بقصف المدينة واصفا ما حدث بأنه استفزاز يهدف إلى تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية واستعادت أوكرانيا المدينة في نوفمبر الماضي وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء عمليتها الخاصة في الرابع والعشرين من فبراير ومنذ ذلك الحين تقول كييف أن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دامبرو هي محطة أخرى من محطات الصراع الذي دخل شهره الحادي عشر دون بوادر حل تلوح في الأفق مع وصول التوتر وتصعيد إلى مرحلة يصفها مراقبون بالخطيرة فهل يحمل العام الجديد بصيص أمل لحل الأزمة أم يسير الصراع بنفس وتيرة الأشهر العشرة الماضية